بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على إصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش العراقي المدقق من مجلس الدولة استنادا إلى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي رقم 35 لسنة 1935 إقرار مناقلة مبلغ 3.750.000.000 دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء وعلى وزارة المالية تمويل المبلغ فورا اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم القمرقي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية وإضافة مدير عام قمارق إقليم كردستان العراق أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني رقم 61 لسنة 2024 على أن يكون مخولا بالتوقيع تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار من احتياط الطوارئ لسنة 2024 إلى وزارة الكهرباء شركة خطوط نقل الطاقة الكهربائية استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية أو من تخصيصات وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها بعد أن يتم تزويد وزارة المالية بتفاصيل المبلغ لشراء منظومة المراقبة بالكاميرات وعجلات نوع بيك أبدب القمارة يابان المنشأ وعجلات تخصصية إلى مديرية شرطة الكهرباء إقرار مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي وفق ما أعدته لجنة الأمر الديواني 24640 الصادر عن مكتب رئيسي مجلس الوزراء وفي مجال حماية المنتج الوطني وتطبيقات قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولاً فرض رسم قمرقي أضافي بنسبة 50% من وحدة قياس منتج الثرمستون المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات ثانياً قيام الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم القمرقي الأضافي للمنتج المذكور آنفاً وإشعارها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي وزارة الصناعة والمعادن دورياً عن كمية استيراد المنتج المذكور آنفاً وقيمة الرسوم القمرقي الأضافية التي تجبى وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له ثالثاً مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى جودة زيادة غير مبررة وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار وأهمية الحماية المطلوبة وتدقيق الجهات الرقابية للآثار الناجمة عن فرض الحماية القمرقية الإضافية وأن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تأريخ إصداره الموافقة على مشروع قانون رد الاعتبار الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي استثناء العقار المرقم أربعة على 45 ميم 28 تاجيات محافظة بغداد العائد ملكيته إلى وزارة المالية من قرار مجلس الوزراء المرقم 197 لسنة 2016 وإعادة تخصيصه إلى أمانة بغداد لإنشاء متنزه الجوادين الموافقة على تعديل قرار المجلس ذو الرقم 23610 لسنة 2024 بإضافة الفقرة أربعة إلى القرار بحسب الآتي تتعاقد سلطة الطيران المدني مع الخبراء في مجالات النقل الجوي والخدمات الأرضية وبرامج السلامة عن طريق منظمة الطيران المدني أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو بصورة منفردة بحسب آليات وكلف وأساليب التعاقد بموجب القرارات السابقة وتابع المجلس تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية وأقر التالي أولاً زيادة الكلفة التخمينية لمشروع إنشاء دور واطأة الكلفة بعدد 115 في قضاء الإعمارة ثانياً زيادة الكلفة التخمينية لمشروع إنشاء دور واطأة الكلفة بعدد 108 في قلعة صالح ثالثاً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع إنشاء وحدة طوارئ في الطار رابعاً زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الحر في قضاء الحر شكراً جزيلاً لكم